كشف دبلوماسيون فرنسيون عن مسودة مشروع قرار جديد ستقدمه باريس إلى مجلس الأمن بشأن الأوضاع في حلب مسودة القرار تهدف إلى نشر مراقبين دوليين من أجل الإشراف على إجلاء المدنيين في حلب وإيصال المساعدات وكانت عمليات إجلاء المدنيين من حلب توقفت بعد احتجاز ميليشيات شيعية من بلدتي الفوعة وكفرية نحو 800 مدني عند خروجهم من عقدة الراموسة في مدينة حلب للضغط لإخراج المدنيين من البلدتين المحاصرتين في ريف إدلب دبلوماسي فرنسي قال إن باريس تعمل على مشروع القرار وطرحه على مجلس الأمن لكنها لم تحدد موعد طرح المشروع بينما أشار الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى مشروع القرار أمس في اجتماع دول الاتحاد الأوروبي بالقول إن روسيا لا يمكن أن تعارض القرار الإنساني الذي تعتزم فرنسا طرحه للتصويت في مجلس الأمن رد أولاند جاء حول سؤال عن إمكانية معارضة روسيا لمشروع القرار واستخدامها حق النقط الفيتو خاصة بعدما استخدمته ضد مشروع قرار فرنسي في كانون الثاني الماضي يدعو إلى وقف القتال والغارات الجوية على حلب وإيصال المساعدات ما أدى إلى تأزم العلاقات بين البلدين ورجح الرئيس الفرنسي أن تفرض الدول الأوروبية عقوبات على روسيا بسبب موقفها من الأحداث في سوريا وما تقوم به بحق الشعب السوري وذلك خلال مشاورات بين قادة الاتحاد الأوروبي الذين دعوا في ختام اجتماعهم نظام الأسد وحليفته روسيا إلى السماح للمدنيين بالخروج بشكل آمن برعاية الأمم المتحدة موسيقى